السلام عليكم انا احمد اطحة جدو من ريفيولوجي والنهاردة هنعمل مراجعة للريلمي فايف خليفة الريلمي ثري الريلمي ثري اللي كان بالنسبة لي احسن موبايل في الفئة ما تحت التلات تلاف جنيه وفضل ماسك الفئة دي الفترة طويلة والحقيقة ان هو حقق مبيعات كويسة جدا للشركة ريلمي والسبب في كده ان هو كان بيقدم اداء خرافي بالنسبة اللي فاة السعرية دي مع كاميرات ممتازة وموبايل متكامل فهل يطار الريلمي فايف ومع المنافسة الشارسة اللي زادت الفترة اللي فاتت لسه هيكون افضل خيار في الفئة ما تحت التلات تلاف جنيه ولا لا ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة طبعا لو عاوز تشتري الموبايل ده هسيب لك رابط شراء الموبايل اللي زاحت في الديسكريبشن ولا عاوز تشتري افلاين هتلاقيه في كل فرور محلات الباشا. يلا بينا نبدأ الفيديو. وخلينا نبدأ اول حاجة بتصميم الموبايل. التصميم من الحاجات اللي حصل لها تحديس عن الجيل السابق. فالخماد اتحسنت وبقت احسن. هي لسه بلاستيك زي ما هي وبلاستيك لامع. ولكن انت هتحس ان الخماد بقت احسن في ايدك. التصميم هنا في اطار بلاستيكي ماط فيها يديك حق كده ان هو معدني. وضهر آآ لامع. بيديك شكل كده كريستل زورة في الظهر. والحقيقة ان هو شكله جميل جدا وريوش جدا. اما بالنسبة لوزن الموبايل فهو مية تمانية وتسعين جرام. وسمكه تسعة ونص ميلي. وده يعني يعتبر وزن تقيل وسمك برضو كبير شوية. كيفين حنا قد في الظهر بتسهل المسكة شوية? ولكن الموبايل الحقيقة طويلت شويتين عن المعتاد بندسبالي. ودي حاجة ما كنتش حبيبها في التصميم بتاع الموبايل. لما نروح بعد كده لشاشة الموبايل. فالشاشة الحقيقة ما حصلتش عليها تحت اس كبير. فايه لسه شاشة لسه دي بس. لكن الشاشة بحجم ستة ونص بوصة. والحقيقة للنسبة استحواز الشاشة من الجهة الامامية محترمة جدا. كمان الشاشة عليها طاعت حماية كورنين جوريلا جلاس ثري وكمان ملزوق عليها سكريم بروتكتور او ما تجيبه من العلب. واللي انا نلاحظه في الشاشة الحقيقة انا دايما كنت بقول ان شاشات ريلمي مسلا اقل من شاشات اوبو. يعني كنتم حاسة انها مش احسن شاشات موجودة في الفاتس العرية دي. ولكن لاحظت ان فيه تحسين في الشاشة نفسها. يعني هي لسه اتش دي لسه اي بيزم هي ولكن جودتها بقت احسن. الوانها شكلها احسن. اضائيتها تحت الشمس كمان احسن. برغم ان ما فيش تحسين رقمي لكن فيه تحسين في الشاشة نفسها. ودي حاجة كويسة. لكن كنا نتمنى ان احنا نشوف شاشة فول اتش دي بالزيت على حجم الشاشة الكبير. بالزيت ان الفول اتش دي بدأ يهتسلل لفئة تحت التلات تلاف جنيه. ننتقل بعد كده للتجربة الصوتية. والحقيقة التجربة الصوتية عند ريلمي برضو كانت السماعة الرئيسية بتاعتها مش احسن حاجة في اغلبية الموبايلات. وهنا الوضع تغير فسماعة الرئيسية الموبايل في وجهة نظري سماعة ممتازة جدا. صوتها فوق المتوسط كعلو ونققها كويس. تكسمها وعمقها كمان ممتازين. اما تجربة فكذلك الموبايل بسجل صوت بشكل مميز جدا. وسماعة المكالمات ممتازة جدا. طبعا الناس كتير هتيجي تسأل عن الشبكات. بعد ما بقى فيه موبايلات كتير بنشوفها بشبكات مش كويسة. شبكته ممتازة جدا ومهيتش فيها اي مشكلة. وعموما شركة مشهورة بالشبكات الكويسة. وعلى مدار السنة اللي فاتت ما حدش اشتكم موضوع الشبكة ده في اي موبايل من موبايلاتها. لما نروح بعد كده للكاميرات ودي كتوحدة من الحاجات المميزة للريلمي ثري. في هنا بيزاجد التجربة دي شوية وبيديني اربع كاميرات. عندنا كاميرا اساسية. اتناشر ميجا بيكسل. بفتحة عدسة اف وان بوينت ايت. عندنا كاميرا تانية بزاوية واسعة مية وتسعتاشر درجة. ودي تمانية ميجا بيكسل بفتحة عدسة اف وعندنا كمان كاميرا مخصصة بالبرتري. وعندنا كاميرا تالتة ودي حاجة جديدة هي اللي بتخليك تصور صور قريب. مسلا لو انت بتحب تصور الزهور او الحشرات الصغيرة جدا او الحاجات الدقيقة جدا. هتساعدك ان انت تاخد صور زي دي مميزة. اما الكاميرا الامامية ودي برضو كانت مميزات فهنا عندنا كاميرا امامية تلتاشر ميجا بيكسل. لماذا نتكلم على اداة الكاميرا في الحقيقة. الحقيقة انا معجب باداة الكاميرا الكاميرا ديتني اداء كويس جدا سواء الكاميرا الخلفية او الكاميرا الامامية. بتديني تفاصيل فول متوسطة بشوية بتديني صور ملونة شكلها كويس. وفي ميزة طبعا لو انت بتحب تزود الالوان وتزود التشبع بتاع الصور. بتديك الوان متميزة جدا. فيه طبعا ميزة بتديك صور ليلية ممتازة وفيه ميزة وطبعا في الحقيقة هي وجودها ميزة ولكن كان في عيب هنا. بتحسن ان ان انت مش شايفها. يعني لما تيجي تفتح وجهة الكاميرا الوايد انجل لانت في كل موبايات اللي انا جربتها قبل كده تبقى موجودة في حتة بتاعت الزوم اللي هو انا قدامي وان اكس فعمل مسلا او عمل زير وم فايف دي تبقى الوايد انجل. لكن هنا الوضع مكنش كده. انا عدت دور شوية على الوايد انجل حد ما لديتها وعن فقط فوق. دي جاب بالفلاش والحاجات دي. فكانها مش حلوة قوي. كمان لاحظت انها مش بتشتغل على الفيديو. ولكن في ضوء الكويس جدا اتقدر تاخد بيها صور حلوة. اما الكاميرا السيلفي فهي كاميرا ممتازة جدا فوقت نظري بمناسبة لاغذ السيلفي وكده يمكن تفاصيلها مش قد كداوي. ده تصوير فيديو بالريالمي فايف الفضول النهار. آآ بالكاميرا الخلفية طبعا. دعوا تشوفوا بقى الوان الصورة والاقتزاز وكلام ده كله. ده تصوير فيديو بالريالمي فايف في ضوء يعني المغرب وانا ماشي على رجلي. اذا تشوف بقى الاهتزاز بصوته انا بتكلم. الانوان. التفاصيل. والكلام ده كله. انا دعوا تصوير فيديو بالكاميرا الامامية للريالمي فايف. فضوه برضو المغرب. فانا ناشي. انا دعوا تفاصيل. انا باتكلم. والانوان والديناميكوينج والكلام ده كله. لما ديجي نتكلم عن البطارية هنا بقى في بطارية عملاقة. بقى عندنا خمس تلاف ميلي امبير. خمس تلاف ميلي امبير دي قادرة تقعدك يوم كامل لو انت يعني استخدامك تنين بيستخدم الموبايل. مع معالج احداشر نانو متر بيحفظ الطاقة فبالتأكيد الموبايل ده على اقل تقال استخدام هقعدك يوم كامل. ولو انت مستخدم متوسط او خفيف ولا ده مسترية هيعود معك يومين لتلاتة. ولكن الشاحن اللي بيجي في العلبة شاحن مش سريع للأسف هو اتنين امبير. بكون انا تمنى ان يكون عندنا هنا ولكن طبعا دي تكلفة عالية ولكن خمس تلاف ميلي امبير كانت محتاجة. نتكلم دلوقتي عن اداء الموبايل. الموبايل ده بيجي بمعالج ستومية خمسة وستين. نفس اللي شفناه في اللي سعره اغلى. ونفس اللي شفناه في اللي هو اعتبر منافس الموبايل ده. اللي سعيه بالدراجم ستومية خمسة وستين. بيدي نتحسن في جانب حفز الطاقة عن الجيل السابق اللي هو ستومية وستين. ولكن في نفس الوقت هو بيقل للأداء الأنوية شوية فبسيبتم نفسعد بzukينAudi ببتاع ستومية خمسة وستين اقل من ستومية وستين. ولكن في المجمل هو بيجيب مية واربعين الف نقطة. وده زي تقريبا ستومية وستين. فهو الأداء في الاخر مش فرق كبير مبينه ستومية وستين. ولكن حفظ الطاقة في فرق محترم ما بين اربعتاشر واحداشر نانو متر. عندنا كمان ذاكرة مية تمانية وعشرين جيجا. عندنا ربعة جيجا رام. وعندنا نسخة تانية تلاتة جيجا رام واربعة وستين جيجا ذاكرة داخلية. دي النسخة اللي معنا المية تمانية وعشرين. وطبعا الرام هنا من نوع دي دي ار فور اكس. ولكن الذاكرة من نوع اي ام ام سي فايف وينت وان. طبعا اداء الموبايل اليومي معايا ممتاز جدا ما فيهوش اي مشكلة بتستخدم الموبايل بشكل مريح جدا بيديك اداء سالس بتزيب لعب العاب اللي انت عاوزها بشكل كويس طبعا مش بيشغل فورتنايت ولكن باقي العاب بتشتغل بشكل كويس. مقارنة بالجيل السابق اللي هو كان فيه هم الاتنين بيجيبوا على ان توتو نفس الرقم التقريب يعني اعتبر مش تحديث كبير قوي. ممكن تحديث في حاجات بسيطة زي مسلا موضوع حفز الطاقة والكلام ده. لو عاوش تعرف مواصفات وارقام اكتر هسيب للك رابط المواصفات من موقع عدة دوت كوم. طبعا مراجعتنا الكاملة المكتوبة بيكون فيها تفاصيل اكتر عن لانا بقولها هنا كمان هتلاقي على موقعنا تحت في الدسكريبشن. لما ننتقل الكلام عن السوفتوير قبل طبعا ما ننتقل الكلام على السوفتوير لازم افكركم ان احنا نعمل المراجعة كاملة مخصصة للمكفوفين على قناة اندرويد فور بلايند هتلاقيها تحت في الدسكريبشن. هنا عندنا هنا اللي هو بتاع اوبو. وده على ولكن هو بتاع اوبو صحيح ولكن هو يعني ضيف فيه شوية حاجات زي مسلا انها خدت من الناس فلاقيت ان الناس متضايقة من شكل وشكل الاختصارات المربعة الكبيرة فخلتها مدوارة صغيرة زي مسلا الناس طلبوا ان هم يعرفوا كام فحطت وده مش موجود عند اوبو. زي مسلا احنا هنشوف اضافة في التحديث اللي جاي. وده برضو ومش يبقى موجود عند اوبو. فكل الحاجات دي بتضاف بريلمي عن طريق بتاع المستخدمين. عموما من الوجهات الغنية جدا بالمميزات ومميزات الامان فعندك حاجة اسمها عشان تحط ملفاتك في مكان امن مشفر. عندك برضو اللي احنا بنكلم فيه لما تيتك تب باسورد تجيطلع لك كيبورد مشفر. عندك امكانات تخصيص زي متجر اريثيمات وطريق التحكم بالنظام سواء او زراير. عندك مميزات للالعاب زي مساحة خاصة للالعاب اللي بتساعدك تديك اداء احسن. عندك عامل نسختين من نفس التطبيق موجودة. فهو غاني الحقيقة وان كان بعض الناس مش بتفضلي قوي. هو الحقيقة تحسن كتير عن اللي فات زي ما كان نسخة من لكن دلوقتي اتجه اكتر ان هو يديك تجربة اندرويد وكمان مع الوقت بقى يحاول يديك تجربة اندرويد خام. طب بقى يديك درجة تطبيقات والاشعارات بقيت تظهر فوق والكلام ده كله. ويمكن على الابديت الكبير اللي جاي نشوف هتبعد بقى عن وبو وتعمل خاص بيها بالكامل فهنشوف هيوصل لإيه. تعليل واحد على هنا هو انه تحسوا انه هو مش سالس قوي او مش ناعم قوي في سرعته. يعني فيها بطيقة شوية فمحتاج ان انت تصرحها عشان تحس بأداء الموبايل بشكل احسن. في كمان حاجة اسمها ده لما تفتحه بيديك اداء اعلى في الالعاب وفي كل حاجة. فافتحه هو بيقال البطيقة شوية بس افتحه لو انت عاوز اداء اعلى من كده. بس كمان كنت اهتم ان تهتم بسرعة ونعومة اكتر من كده. ننتقل بعد كده للإدافات والمستشعرات. ببدايا احنا عندنا هنا كل المستشعرات اللي احنا محتاجينها التقارب بشكل كويس التصارع البصلة ومستشعر البصمة اللي موجود في الخلف وشغال بشكل ممتاز جدا سريع جدا وكمان في في شغالة بشكل ممتاز جدا وسريع جدا ولكنها في النهاية بالكاميرا بس فما هيش يعني زي بتاعة الايفون مسلا. الموبايل اللي اصرف مش تايب سي وان كنا شوفنا في الفاس على دي بقى فيه تايب سي كتير حتى سامسونج نفسها بتنزل تايب سي بالاتوينتي اس. كنا نتمنى ان يكون هو كمان عنده تايب سي. الموبايل بيدعم راديو ويو اس بي او تي جي. ولكن نازل تخش ادفاع على او تي جي جي جوه من النزام. عندنا هنا تجربة خرافية بالحادة المكانك بسرعة ودقة. وتقدر تعتمد عليها بشكل ممتاز جدا بصلة ممتازة. مع بطارية ممتازة وسعر كويس. فحنا نتكلم على موبايل مثالي. لأوبر والكريم والحياة اللي بتعتمد على التوصيل والجي بي اس والكلام ده كله. الخلاصة. الموبايل ده مفترض ان هو سعره هيكون ما بين الفين لتات تلاف جنيه. السعر وبالضبط لسه معرفوش. هنعرفو في اللي هو مفروض يبقى يوم الاتنين اللي جاي. ممكن ابقى نزل فيديو تاني بعد وبنتكلم عن السعر بقى ومقارنة بالمنافسين والكلام ده كله. ولكن حاليا خلينا اتكلمكم عن موبايل مقارنة بالجيل السابق والموبايل كتجربة. موبايل حقيقي مقارنة بالجيل السابق شوفنا شوية تحدثات. ما هيش تحدثات كبيرة ما هيش نطة كبيرة. الشركة دلوقتي بقى اشعارها او يعني انت تنط بقى الكاميرات الربعية مهتملة اكتر بالكاميرات الربعية وهي بقت شايفة انها خلاص قدمت اداء كويس جدا فننتقل بقى نحن نحسن الكاميرات وبتالي انها تلعب على موضوع الكاميرات وهي قدمت فعلا كاميرات كويسة. يمكن برضو مش تحسن كبير عن الجيل السابق لكن في تحسن في التصميم في تحسن في الصوت في تحسن في شاشة كلها مش تحسنات يعني يعني هي مش نطة كبيرة عن الجيل السابق ولكن في النهاية في تحسينات. على الجيل السابق اللي هو اصلا كان منتاز. موبايل بيقدم لنا اقوى بطارية في الفئة السعرية دي. بطارية عملاقة جدا. الموبايل كمان بيقدم لنا جودة محترمة جدا. فالشركة على مدار السنة بتاعتها مفيش حد اشتاكها من مشاكل التصنيع ومشاكل موبايل باز من الكلام ده كله. اللي اشترى عايش معاه من اول السنة اللي فاتت حد النهاردة مفيش اي مشاكل. كمان الشركة مراكز سيامة ابو اللي معيتها ممتازة جدا. بالتالي دي اضافة للشركة. بالتالي احنا عندنا موبايل بيقدم باقة في النسبة لي ممتازة جدا. هل هو احسن باقة? الحقيقة ما اقدرش اقول لك كده غير لما جرى بالمنافسين. وعمل لك بقى مقارنة ما بينهم ونشوف الاسعار بتاعت كله. آآ ده لسه قدام شوية من شاء الله في الفيديو جاي. ولكن حاليا اقدر اقول ان هو واقع ممتازة جدا بالفئة السعرية دي. بس كده دي كان فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو. لو انت او مرة تشوفني تعمل وتفعل دي رجالة واشتراك كل فيديوهات الجديدة اللي هي براجعة مبالوات زي دي. وكلام عام في التقنية. بس كده. سلام.